موسيقى السيد الدكتور هي ناصر استثبت بجراحة العيون ورئيس قسم العيون في المستشفى ودي النيل النهاردة هنتكلم عن ثماني الأطباء ونعرف عملية ترقية قرانية كراتو بلاستي كراتو بلاستي كراتو بلاستي نصر على بعض الضوء مثل كورنيل اوباسيتي كراتو كونس مشاكل تحصل بعد عمليات الماء البيضة مثل السوتو فيك كورنيا وكما نعرف أن هناك أنواع كثير من الترقية القرانية في الرئيس كراتو بلاستي وهناك كراتو بلاستي وفيه كراتو بلاستي لما لها كراتو بلاستي تنشيل جزء تنشيل السترومة 80% من السترومة ونأخذ الدونر ونشيل منه 80% فهذا تبقى جداً في حالات الكراتو كونس يوجد نتائج هائلة وإن الأستجماتيزة تبقى قليلة كراتو بلاستي تبقى أكثر تبقى للحالات التي تبقى أو المشكلة تبقى في الاندوثيليم فننترى نشيل القرانية كلها ونجيب قرانية في الاندوثيليم حيالسي وطبعاً نعرف أن نأخذ كده أو كده تأخذ انترابت السلوشور معها كونتينيوس أول وحدها ونشيل الغرص بعد سنة إلا إذا كان فيه استجماتيزم عادي فنشيل استجماتيزم الحقيقة هناك نوع وهو اللاميلر اسمه ديب انتيرو اللاميل الكاترو بلاستي وطبعاً كما تعرفون هذا ممكن يتعمل مانيول وتعمل ب بالأير بابل تكنيك نحن نحن نحوه عشان نفصل اللاميلة من الدسميث وبنتشال وبعد كده نشيل الدسميث من الدونر ونحط القرانية وفيه حاجات جديدة نحن ساعة من الملوقتي فيه تكنيك جديدة لابن نحن نحاول نلزق القرانية واللاميلر بالدالكة دي بالفايبرين جلو نتائج طبعاً اللاميلر دي بتابع هايلة وتابع الاستجمالات فيها قليل أما بنترين كراتو بلاستي فطبعاً أهم حاجة ممكن تتعامل برضو بالتكنيك اللي عادية لها بالتريفاين أو بتعمل بالليزر برضو بنعمل بالفيمتو اللي هنبنعمل القط بالفيمتو بنحيس ان لها القط تبقى معروفة في كذا طريقة للكط تبقى مشروم شيب لأكتر واحدة معروفة عشان تبقى داي دخلة محشورة بحيس ان ما نحتاجش ناخد غراز كتير فيها كراتو بلاستي الاكتر حاجة فيها مشكلة اللي بتواجه الدكتور بعد العملية زي ما انا عارفين الريجيكشن و دي بتختلف طبعا حسب الحالات الثانية و نتيجة الريجيكشن و ممكن يكون إبيسيلي الريجيكشن او فليل من الريجيكشن من الحالات اللي نتابع فترات طويلة علشان نشوف نتابع الريجيكشن و نتابع الرياكشن و نتابع الاستيجماتيزم اللي هو حتفي تريبا عشر فلمية و حيلا بيحصلها الاستيجماتيزم دايما بمفاوة و مفاوة مطقية ان شاء الله شكرا بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة AY